استقبل سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وتم خلال اللقاء استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وحرص قادة وزعماء دول المجلس على تفعيل دور المجلس وهيئاته ولجانه في تحقيق التكامل الاقتصادي في شتى القطاعات والتنسيق الأمني والدفاعي الذي يحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة كما استعرض جدول أعمال القمة السابعة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس التي تصطيفها مملكة البحرين يومي السادس والسابع من شهر ديسمبر المقبل واللقاء المرتقب الذي سيجمع القادة والزعماء مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة السيدة ريزا مي خلال فترة عقاد القمة في المنامة